بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي مرحبا بيقوم في قناة درس الإنجليزي مع مستر عوض ربيع يا رب اتكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنبتدي في الوحلة التانية الدرس التاني الوحلة التامنة الدرس التاني في الأول باشقل كل من بتابع قناة درس الإنجليزي مع مستر عوض ربيع واللي بيدله الدعم والثقة في تكميل المشوار واللي بشوفنا الأول مرة منسى يشوفها على الجرس واشتراف في القناة عشان يوصلي كل ما هو جديد عايزين الفيديو لا يوصل لأكبر عن الممكن من أصحابكم وأصدقائكم من خلال المنشن واللايك والشير يلا بينا معنا صفحة 64 السؤال الأولان اختار إجابة صحيحة نمبر 1 جراند باء الجد وجدتي بجبار البحر رقم 2 اي نوت طيرد متعب لس الليلة البارحة رأيتو فلت شعرتو كوت مسكتو سبحتو فلت شعرتو رقم 3 اي بوت صالت انا وضعت الملح من السكر في الكيكة كانت ديب عميقة هوريبل فضيعة لونغ طويلة هلس صحي يبقى هوريبل فضيعة ليلة نوت السباحة استخدارها يسر دي بالأمس رمت قطعت هاد لديها هاد لديها سؤال رقم 2 اقرأ وكمل من خلال الكلمات في الصندوق عندك كلمات هين في الصندوق زي كاندي حلوة ويت مبتل وينت ذهب في التشارة فلوطارة عندما ذهبت للمدرسة ابتليت ثم عدت إلى المنزل ورأيت في المعظم على تيبي كنت جوعان اكلت الكثير من الكامل الحلوة ولكن شعرت بالمرض ذهبت إلى الفراش في الساعة السامنة بعد كنا معنا سؤال رقم 3 اقرأ النص ثم انصر على الأسئلة التالية هل تفهم معي القطع كده خلاص صور الصيف الماضي ذهبت مع عائلتي إلى ضمياء ترسل كي يقرأ مي أنكل عمي عند أنت وعمتي زي ليف يعيشوا زي ليف بيعيشوا زي هناك بايزة سي بجوار البحر ثم ذهبنا إلى الشاطئ ونسوام وسبحنا في البحر مي أنكل عمي كوت أفش الصاد سمكة مي أنت عمتي كوكت زفش طبقة هذه السبقة وي أد أكلنا زميل للوجبة وي أد هلسي ديزرد كمان وحلينا بتحليلة صحية وي فلت شعرنا هبيب السعادة وي ويل جو أجينس وفنازة بوناج مرة ثانية ايرلي جولاي في شهر يوليو القادم بعد وقررنا القطع السؤال الأولاني تشوزا كوريكتا عنصر وي وينت توداميرتا ذهبنا إلى ضمياء إن سمر في الصيف سبرينج الربيع وينتر الشتاء فالخريف سمر الصيف وي أد أكلنا زميل الوجبة عند هادا هلسي يكللين إيه صحي ديزرد صحراء ديزرد التحلية جوز عصير كاروت جزر ديزرد التحلية باكنا معنا صفحة 65 رقم ب جاوب على هذه الأسئلة number 3 what did uncle catch ما زي صادا العم هنشتوب what ونشتوب did ونقول uncle caught a fish 4 where do aunt and the uncle leave أين كان يعيش العم والعمة هنشتوب where ونشتوب do ونقول aunt and the uncle leave رقم 4 read اقرأ and write وكتب the correct form الشكل الصحيح لما بين الأقواس 1. It's not found at the beach yesterday لاحظ أن يستردام العلامات الماضي في الفربي ده هيبقى في الماضي عند حكتين يا walls يا where الـ it تاخد walls 2. We're not in the water في الماء كان عميقا وازرق لاحظ أن هنا بالكلام في سيغة الماضي واز يبقى الفعل اللي بين قسين ده نصرفه في الماضي بأسوام رقم 3 what not you eat last night الليلة البارحة لاحظ اللي last night من علامات الماضي فالفعل اللي بين قسين أو الفعل المسائل اللي هنستقدمه هنا كلمة dead رقم 4 زادي اليوم واز نوعة long كان طويلا جدا فكلمة 2 بتنقو بجوارها الصفة اللي هي long السؤال رقم 5 باركت ويت علامات الترقيم بداية الجملة ال i capital في عندك مسافة من ال n و t هنا أبوستروف t بعد كده معنا السؤال الأخير write a paragraph اكتب paragraph من 18 كلمة عن healthy desert يعني تحلية صحية عندك كلمات ممكن تساعدك في الحل زي كلمة apples طفاح جيوغر زبالي نتكلم ونقول i like healthy food انا بحب الطعام الصحي i don't like unhealthy food انا لا احب الطعام الغير صحي i eat انا ااكل healthy wheels الوجبات الصحية i eat باكل على طفاج طبط الكثير من الخضرات and fruit والفاكهة i eat باكل healthy desert اللي هو التحلية الصحية i eat باكل apples الطفاح and frozen yogurt وزبالي المثلجة ممكن انتهينا من حل مشارح الدرس التاني من الوحلة التامنة من كتاب البيت ضي بيت للصف الرابع الابتلاقي بشكر كل من بتابع قناة الدرس انجيزي مع مصر عاطربي